الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نال الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس كل كلامي النهاردة حيكون منصب على ما يحدث في ملعب مختار التيتش كيف يستعد النادي الأهلي أو النادي الأهلي بيعمل إيه تحت قيادة مديره ألفاني الجديد مارسيل كولر السويسري كولر بدأ من اليوم أو من اليوم بدأ تطبيق نظام اليوم الكامل يعني إيه نظام اليوم الكامل في كرة القدم كرة القدم عندما تنظر يجب أن يكون هناك في كرة القدم أول شيء هو الالتزام يعني إيه؟ الالتزام بمواعيدك الالتزام بمواعيد نومك الالتزام بمواعيد أكلك طريقة الأكل اللي بتكلها هل كل اللاعبين بيعملوا كده؟ لا ولكن معظم اللاعبين اللي بيبقوا نجوم أو بتضعهم الجمهور في مصاف النجوم بيعملوا هذا الموضوع بياخدوا بالهم كويس جدا من طريق أكلهم بياخدوا بالهم كويس جدا من تمرينهم بياخدوا بالهم كويس جدا من كل شيء داخل أنا أسف خارج الملعب وداخل الملعب خارج الملعب أكتر كمان علشان يصل ويبقى في مصاف النجوم أو جمهور النادي الأهلي تحديدا لا يضع واحد من الموجودين أمام حضراتكم في مصاف النجوم إلا لو خاف على نفسه إلا لو خاف على نفسه واحترم كل حاجة داخل النادي الأهلي واحترم جمهور النادي الأهلي كيف تحترم جمهور النادي الأهلي من خلال أداءك في الملعب ومن خلال أخلاقك خارج الملعب من خلال أدائك جوه الملعب حيبقى إزاي؟ من خلال التزامك في تمرينك التزامك في مواعيد نومك التزامك في أن أنت تريح في بيتك أكتر ما تصهر التزامك في حاجات كتيرة جدا طيب على الجانب الآخر التزام الأخلاقي حضرتك لما بتبقى لاعب أو نجم في النادي الأهلي حضرتك ملايين الأطفال وملايين الشباب بيبصوا عليك يعني إيه؟ يعني لو عندك صهرة حلوة مثلا أنا بقول أمثلة بشكل عام لو عندك صهرة حلوة مش لازم تصهرها دلوقتي مع أصحابك ومع أصدقائك مش لازم تصهرها دلوقتي ليه؟ مش لازم تصهرها دلوقتي إلا لو كان عندك أجازة وخلي بالك وإنت بتصهر علشان في الأجازة حتى علشان الناس بتبصلك الناس بتشوفك بتعمل إيه؟ وبتقتدي بيك بتقتدي بيك فحتى وإنت في أجازتك خلي بالك من نفسك وخلي بالك من تصرفاتك وخلي بالك من كل شيء وأنا ليه بقولي رشدة دي؟ لأن رشدة دي هي اللي هتخلي مجموعة اللاعبين اللي أمام حضراتكم يصلوا في مصف كبار النجوم اللي حضراتكم بتتكلموا عنهم قبل كده هي لين الناس؟ ليه جمهور النادي الأهلي بيتكلم عن أبو تريك ليه جمهور النادي الأهلي بيتكلم عن بركات ليه جمهور النادي الأهلي بيتكلم عن وقل جمعة وشادي محمد وإعماد النحاس وسيد معوض وأحمد كل المجموعة ومتعب أحمد متعب طبعا وجلبرت وفلافيو وشوقي وأحمد السيد وكل الناس الجيل الجميل اللي الناس دي بتحبوا بتفتكروا لغاية دلوقتي ليه ويعني أنا كنت شاهد على هذا العصر أن هؤلاء اللاعبين حتى اللي بيبقى صهران بيبقى صهران في السرير قاعد في السرير ما بيعملش عاجل ساعتها ولا تليفونات باكت كتيرة يعني ما كانش لسه السوشال ميديا فكان أخرك تقعد في السرير تهزر مع صاحبك تتكلمه تفتكره أيام زمان كنت بتعمله إيه مع بعض بتهزره إزاي بتعمله إزاي تتكلمه عن المباراة اللي حتلعبوها بكرة عشان كده الجيل ده لما كان بيلعب وغيره وغيره من الأجيال ولكن أنا بتكلم على جيل أنا كنت شاهد على العصر فيه يعني أخرك كده كانت فيه ناس بتنم وقل الجمعة كانت عنيب تحمره من الساعة تسعة يعني الفطار اللي كان ما بيبقى الساعة تسعة أنا آسف العشاء لما بيبقى الساعة تسعة كانت تتحس إنه وقل الجمعة ده عنيب تحمره وبيقعد يعمل كده وبتركة نفس الكلام عشان كانوا بيصحوا من الفجر يصلوا الفجر ويكملوا قاعدة لغاية الفطار فهي دي الرشدة أنا ليه بقول الرشدة دي قبل بداية الموسم علشان أنا متأكد إن كل هؤلاء اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم حسين الشحات ومحمد محمود وطاهر وسافيو كل المجموعة اللي موجودة دلوقتي في النادي الأهلي ورامي وإحمد عبدالقادر ومغربي وكل المجموعة اللي أنا شايفها دلوقتي وأكرم طبعاً وقاليو كل الناس اللي موجودة دي أنا متأكد إن هي لازم تعمل كده أو هي دي رشدة نجاح هذا الموسم خصوصاً إن أنا خدت الشهر لأجازة بتاعي مش هتقدر تتكلم بقول بقى للعيبة وديرسالتي ليهم مش هتقدروا تتكلموا في إجهاد وما إجهادش مفيش حاجة اسمها إجهاد بقى خلاص الموضوع انتهى حضرتك إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي خدت قرار بأن مجموعة اللاعبين اللي لعبوا خلال الفترة اللي فاتت شكراً ريحوا في البيت وكان لسه فضل خمس سبعة تامن متشاطعة الدوري بيخلص خلاص موضوع ان انت استريحت اه استريحت موضوع ان انت ان انت بدأت أو إدارة الكرة في النادي الأهلي بدأت تخطط للمستقبل أول هذه القرارات كانت شكراً لراحة القوام الأساسي للفريق دي كانت أول حاجة تاني حاجة بعد مباراة فاركو تاني حاجة كيفية اختيار المدير الفني بعد الاتفاق على انتهاء عقد ريكاردو سوارش بالتراضي ظالم أو مظلوم دي حاجة تانية نبقى نتكلم فيها بعدين لكن أنا بتكلم ويكفي ان الرجل طلع عشاد بالنادي الأهلي ولكن أنا بتكلم عن بداية موسم اه احنا بدئينه مفروض الموسم ده كان يبدأ من شهرين ولا حاجة ولكن احنا بدئينه متأخر ولكن اعتقد ان النادي الأهلي بدأ هذا الموسم بشكل جيد مدير فني السيفي بتاعه بيقول ان هو مدير فني كويس جداً الرجل تحركاته ووقفته وكلامه مع اللاعبين ولما بتسأل اللاعبين تقول لي كل ده بيبان في يومين اه بيبان في يومين وبيبان في ساعة فتحركاته وكلامه وثقته مع اللاعبين لما طلبت من وححكي لحضراتك سر طبعاً كالعادة طلبت ان يكون المدير الفني للنادي الأهلي مستر مارسيل كولر ضيفاً على قناة النادي الأهلي وعلى البيت الكبير الحقيقة يعني الرجل اعتذر وبشياكة عجبني الكلام بتاعه قال لي بص انا حطلع دلوقتي انا اتكلمت في المركز الاعلامي واتكلمت في المؤتمر الصحفي وبالتالي حطلع دلوقتي خليني اقعد مع فرقتي واشوف فرقتي شوية واعرف اللاعبة اكتر وعمل لهم الفكر اللي انا عايز اقوله لهم واحد كده اطلع اتكلم مع جمهور النادي الأهلي من خلال قناته فالحمد لله بداية الموسم تبدو جيدة كل واحد في الادارة عملت شغلها الجهاز الفني هيبتدي يعمل شغله اللاعبين خدوا اجازتهم وريحوا يبتدوا بقى يعملوا شغلهم اللي جاي ويبتدوا تمرينهم وننتظر النتائج اشتركوا في القناة